لكن هذا الرجل العباش أخذ أثر من الحسين في مصرعه كبير شنو عبارة المؤرخين؟ عبارة المؤرخين يقولون لما سقط العباش بان الإنكشار بوجه الحسين حمل الحسين خلني جي نشوف الروايات شو تقول؟ الروايات تقول لما وقف عليه جلس عند رأشه العباش ما كان يشوف وحدة من عيون جمد عليها الدماء والثانية نبت بها السهم وما عند يد يمسح الدم عن وجهه نعم يداه مقطوعتان بيه بقاء يروح في لحظات الأخيرة أحس بحركة رجل عند رأشه قال من هذا الجالس عند رأشه؟ قال لماذا؟ قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد أنا إلي طلب عندك قال ما هو؟ قال امهني دقائق فواق ناقة قال ما تصنع بها؟ قال حتى ياتي إلي أخي وابن والدي وادعوه ويودعني وأشمه ويشمني الحشين قال أخي أنا أخوك أنا ابن والديك قال الحشين عند رأشي قال بلى قال له أدنه إليه أدنه إليه أشممني عرفك ضع فمك على فمي وضع فم على فمه أراح الحشين يقبله إلى أن فاضت روحه الطائرة فشو شيء جعفار شيء وصف إنها اللحظات يقول قد رأى ما يلثمه فلم يرى موضعا لم يدمه إحر الشلاء آحي فيلثام أخي يهنيك النعيم ولما خل ترضى بأن أشقاء وأنت منام قد رأى ما يلثمه فلم يرى موضعا لم يدمه إحر الشلاء آح فيلثام لما لفظ العباش أنفاسه الطائرة قام الحسين من عنده يكفكف دموعه بمنديل بيده هو ما اتفق رجع للخيمة مرة والعباش موية بس هالمرة رجع وحده تلقته أخته الحوراء بباب الخيمة قالت لا أبا عبد الله قال بلى قال ترك رجعت وحدك شو رجع وحدك أين ابن والدي اختنق الحسين بأبرده قال أخي عظم الله لك لاجر بأب الضوب لقد خلفته على المشرى دام الوردان وضعت يدها على صدرها صاخت واخا وأرادت أن تخرج وضع الحسين يده عليها قالوا خي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان لا تشمتي بنالادة أرجعها إلى الخيمة بقيت في نفسها لوعة اس وقت طلعت لها طلعت لها عندما تناصف الليل عندما هدأت العيون اجت إلى نهر العلق المناشد وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الباب إشباط عشيبرو الأحشاب أخو يا أشوف الرجا وذا كلام الخاب أحمى الضائعة بعدك ضعنا في يدنا إباد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وشعت كل شيء وبكلماتك التامات اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد وفقنا لما تحب وترضى اختم لنا بالعاقبة الحسنة الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتح